السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صباح الحلوين باعلمكم بالضبط من فن الذاكرون عشان اللي هو الميت ترم لما تدخل على دورة أبطال الحاسب رح تلاقي فيها كل اللي انت تحتاجه في المادة أول شي الميت ترم رح يغطي أول ثلاث اللي هو وحدات أو أول ثلاث ويكات رح تروح على اللي هو chapter 1 الذاكرو الكمبيوتر بيزيكس و اللي هو chapter 2 الذاكرو اللي هو ال input output بيزيكس و عندك اللي هو chapter 3 اللي هو storage basics اللي هو أساسيات التخزين هذولي الثلاث شغلات تتذكر تمام خلصتهم رح تنزل تحت طبعا هذي كلها محتويات شباتر تتركها ما ندخل فيها رح تنزل تحت أبغاك تروح على شروحات صفحات الكتاب إذن نحن رح نذاكر شغلتين رح نذاكر اللي هو أول شغلة شروحات اللي هو السلايدات و ثاني شغلة رح تذكر اللي اللي هو شروحات صفحات الكتاب طب خلينا ندخل عليهم سوا هل أذاكر كل شي هنا لا رح تذكر اللي مطلوب منك عشان الميت ترم اللي هو الكمبيوتر بيزيكس هذا و رح تذكر اللي هو ال input وال output هذا و رح تذكر اللي هو storage basics اللي هو هذا حلوين هذولي الثلاث شغلات رح تذكرهم و جدا جدا مهمة عيد شروحات الكتاب نرجع مرة ثانية طب أنا خلصت وش أسوي رح أخليك تفتح ملف اسمه ملف المصطلحات المهمة في قسم المراجعة هذا الملف جدا مهم في الزبدة في الخلاصة رح تلاقي في كل اللي هو المصطلحات اللي أنت تحتاجها الأساسية علشان إيش علشان اللي هو الداكر الحاسب خليني أوريك المصطلحات المهمة رح ندخل عليه طبعا إزعج الجيران طيب ما عليش ممكن يكون في صوت مطرقة يلا نكمل شايفين هذا خلاص هذي كل المصطلحات المهمة رح تذكر chapter 1 chapter 2 كل مصطلح وتعريفه حتى في حال أنه أنت كان عندك اللي هو quiz أو اختبار فأنت تركز لي على هذا الملف لأنه عبارة على المصطلحات المهمة طيب أنا خلصت وش أسوي عندك وقت خلاص خلصت ممكن تروح تطلع على اللي هو الفيديوهات حق المراجعات للميت ترم ما تبغى وما تبغى تطلخبط أو شي زي كده ممكن أنك تروح تختبر بالأخير نفسك في اللي هو chapter 1 رح تدوس اختبر نفسك تروح اختبر نفسك في chapter 1 اختبر نفسك في chapter 2 chapter 3 وهكذا جدا مهم أنك تختبر نفسك علشان تشوف أنك أنت فاهم اللي أنت درسته ولا لا شايفين كده خلاص هنا طبعا الطلاب اللي اختبروا عندي هنا 2107 اللي هو مرة تم أخذ هذا الاختبار حلو أنك أنت تكون رقم واحد في الاختبارات يعني تسجل حتى اسمك على مر السنين أنه أنت كنت رقم واحد أتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم دايما يا ربي بخير وصحة وعافية